أكد الرئيس الفرنسي إمانويل مكرو أن بلاده ستعمل على حماية الرعاية الفرنسيين المتواجدين في أوكرانيا وخلال مؤتمر صحفي حول الأزمة الأوكرانية قال الرئيس الفرنسي أنه سيكون هناك عواقب طويلة الأمد ردا على ممارسات روسيا في أوكرانيا توقعنا معا هذه الأزمة وذلك من خلال بدء حوارات مكثفة مع حلفائنا ومن خلال الشركاء الأوروبيين فعلنا كل ما بوسعنا لإيقاف ما حدث في أوكرانيا ولكن نحن الآن مستعدون لهذا الاعتداء وسنرد بكل برودة أعصاب وبكل عزم وبكل اتحاد وتوحيد وسنتخذ قرارات من خلال اجتماع مجموعة سبع بالإضافة إلى اجتماع وزراء الخارجية مساء اليوم بالإضافة إلى اجتماع دول الأضاء في النيتو في الساعات المخبلة